في هذه الأثناء قال المتحدث باسم الكريمين ديمتري بيسيكوف أن روسيا لا تتفق مع تصريحات ترامب التي قال فيها أن إيران دولة إرهابية وأن موسكو ستواصل بناء العلاقات مع طهران وأضاف أن الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة يجب أن لا تمنعها من بناء علاقات تقوم على المنفعة المشتركة مشيرا إلى أن وجهات النظر بين موسكو وواشنطن تقف على طرفين قيض في الكثير من القضايا الدولية من جاته أعرب نائب وزير الخارجية روسي سيرغي إيرابا كوف عن أسفه أو أسف بلاده لفرض واشنطن عقوبات على طهران